برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح أقيمت ندوة تأمن الخليج العربي في ظل المتغيرات الإقليمية وركزت الندوة على أهداف تمرين حسم العقبان 2017 كتطوير مستوى التنسيق والتعاون بين جميع المؤسسات والوزارات الحكومية في إدارة الأزمات وإبراز أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الأزمات الإقليمية تطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية في إدارة الأزمات وإبراز أوجه التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية أهداف ندوة أمن الخليج العربي في ظل المتغيرات الإقليمية التمرين بدأ من عام 1999 اليوم الذي رأيناه تطور كبير في الأداء في مهام وأهداف التمرين في إدارة التمرين حقق أهداف التمرين بفضل الاستضافة الكريمة من دولة الكويت ومن شعب الكويت للدعم المستمر لمثل هذه التمرين تمارين القيادات باستخدام منظومة المشبهات التي وفرتها القيادة المركزية والتمرين الميداني في مياه وأراضي وأجواء الكويت مراحل تمرين حسم العقبان 2017 دخول عناصر أو جهات غير الجهات العسكرية في التمرين جهات المدنية هذه تضيف إلى التمرين قوة إلى الجاهزية والاستعدادية لدى قوات دول المجلس بعد آخر الردع والدفاع عن دولة الكويت لزيز الاستقرار الأمني والحفاظ على مصالحها الوطنية هدف استراتيجي للنسخة الرابعة عشر من التمرين حسن بن غيام تلفزيون دولة الكويت